اذا ما فيش احتفالات راس السنة ايضا في مصر ما فيش احتفالات في الفنادق ما فيش المطاعم بقى فيه مطاعم مش جوه القتلات مطاعم جوه مثلا مولز او مطاعم جوه اي حاجة مطاعم مستقلة كده دي برضو بيسري عليه نفس الشيء بص يا حوضاتيكية الساحة مش هترجع الا لو حصل الوضع اصبح مستقر او تحت السيطار فاحنا السنة دي القطاع تكبت خسائر رغيفة ودي نتيجة طبعا الاحداث العالمية فطبعا مش هتيجع على راس السنة وهنتمثل بيها وانقول مش عزين لا طبعا انا بس انا مش بتكلم عن السياحة بس انا بتكلم عن المصريين كمان انا مش بتكلم عن السياحة بس ما احنا عايشين في البلد حضرتك لسه كنت بتكلمي مش من المنطقي ان الصلوات في الكنائز تبقى ملغية والجوامع بعدم واحنا نعمل حفلات مزبوط طبعا ومعدين ان احنا ننادي ان احنا نعمل حفلات ونزود الاعداد طبعا منطقي جدا صورة كبيرة فبالتالي زي ما قلت لحضرتك السياحة مش هترجع الا لما يحصل تسيطرة على هذه الجائحة